للبرميل وزاد خام القياس الأوروبي مزيك بروند في العقود الأجرة أربعة سنتات ووصل إلى 63.74 دولار للبرميل بذلك نكون وصلنا وشاهدين لختم هذه الفقرة الاقتصادية الصباحية شكرا لطيب المتابعة وعودة لموصلة هذا الصباح مع ريهان ليكي شكرا لزميلة حنان الخولي لما بنتكلم عن الاستعبادات من قبل الحكومة لتيسير على المواطنين في الشهر الكريم بتأكيد بنتكلم عن حقوق للمواطن واجبات عليه بما عن حقوقه أن تكون احتياجاته ملباء وأن يحصل على ما يحتاج إليه من السلع الغذائية الرئيسية بمجب اهتمام الحكومة وتعليمتها في هذا الشأن والواجبات متمثلة أنه يتحل بثقافة الترشيد ويحسن استخدام ما هو متاح له من موارد والحقيقة ملاحظ بالتأكيد أن في الفترة الأخيرة كان قاس مشترك في ما تناقشه الحكومة من خلال اجتماعاتها الأسبوعية هي الاستعدادات والأجواء التمهيدية لشهر رمضان الكريم وتقديم التيسيرات الواجبة إلى المواطنين لكي يمر هذا الشهر على خير بإذن الله حنقترب الشهر الأكبر من ما تقوم به الحكومة المصرية من أجل الاستعداد للشهر الكريم في الغد بالتأكيد هو أول أيام شهر رمضان المبارك كل عام وحضرتكم بخير دابع تقرير ونرجع مرة تانية لحضراتكم في وقفة حوارية حول هذا الموضوع على قدم وساق تسير استعدادات الحكومة لشهر رمضان المعظم مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب عقد اجتماعات لبحث خطة الوزارات المختلفة خلال رمضان كما ناقش الاجتماع بحث ما يتم تنفيذه بشأن الاستعدادات لشهر رمضان خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الغذائية المختلفة في الأسواق وإحكام الرقابة من الجهات المسؤولة مثل جهاز حماية المستهلك حتى لا تحدث زيادات غير مبررة في الأسعار أو تتم المتاجرة في الأسواق السوداء بالسلع المدعومة وزارة البتروني قالت إنها قررت زيادة كميات البتجاز إلى أكثر من مليون استوانة يوميا خلال الشهرين الجاري والمقبل لمواجهة احتياجات المواطنين في شهر رمضان والمقرر أن يبدأ يوم الخميس المقبل وقررت الوزارة زيادة كميات البتجاز إلى 1.1 مليون استوانة يوميا بزيادة نسبتها 10% عن نفس الفترة من العام السابق وأوضحت الوزارة أنه سيتم تشغيل مصانع تعبئة البتجاز بكامل طاقتها الإنتاجية إضافة إلى التنصيق الجاري مع وزارة التموين ومباحث التموين لإحكام الرقابة على التوزيع خلال شهر رمضان وزارة التموين أعلنت توفير العديد من السلع التموينية المدعومة وذلك للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم حيث أكدت الوزارة أنها ستعمل على توفير هذه السلع للمواطنين خلال الشهر الكريم بأسعار مدعومة وكذلك بتخفيض السعر بنسبة 50% عن السعر المدعوم وقال وزير التموين خالد حنفي أن المواد المدعومة سيتم توفيرها عبر الشركة القابدة للصناعات الغذائية المنتشرة عبر مختلف أنحاء الجمهورية كما قرر وزير التموين استمرار صرف نقاط الخبز لشهرين يونيو ويوليو ومنحة رمضان التموينية وهي 50% لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية مع صرف فارق نقاط الخبز حتى نهاية شهر رمضان الكريم بتأكيد الشغل الشغل للحكومة لمجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب هو ضبط الأسواق مراقبة أي زيادات غير مبررة متبعت ومواجهة أي ممارسات سلبية أي مخالفات تحول دون تحقيق المواطن لتطلعاته مش بس كمان في الشهر الكريم يمكن احنا انتلاقتنا هي شهر رمضان لكن ما يجب أن الأمور تكون عليه في الفترة اللي جاية لأن بتأكيد بيمس حاجة أساسية للمواطن وهو الغذاء اللي لا غنى عنه في حياته معنا في هذا اللقاء المتخصص في شأن الوزراء والكاتب الصحفي الأستاذ كمان ريانه وبتأكيد لنا أكتر من وقفة وأكتر من محور مهمين جدا نتكلم عليهم خاصة أنواحنا على أبواب شهر رمضان الكريم في البداية كل سنة وحضرتك طيبية كل سنة وحضرتك طيبية أسوة رهام وكل سنة والشعب المصر كله طيب وبخير وفي أمن وسلام إن شاء الله طبعا لسه كنا بنكلم وممكن حضرتك يعني أبلغ من يحدثنا في الموضوع ده أن الاجتماعات الأسبوعية الأخيرة لمجلس الوزراء كان دايما حتى في متابعتنا الإخبارية رقم واحد هو الاستعدادات لشهر رمضان أهم هذه الاستعدادات أساس كمان ومتابعة حضرتك حضرتك الاستعدادات لشهر رمضان طبعا يعني بتشمل الكثير من المحاور يمكن في مقدماتها محور الأسعار وضبط الأسعار وأيضا التأكد من توفر السلع بسعر مناسب لكل فئات المواطنين إحنا يمكن في الأنظمة الاشتراكية بيبو في حاجة اسمها تسعيرة جبرية إن الحكومة بتحط تسعيرة أو في الأنظمة الشمولية بشكل عام يعني الحكومة بتحط تسعيرة وتقول زي ما كان معمول بي في الستنات عندنا إن التسعيرة ده بكذا ده بكذا ولو بيبيع خارج التسعيرة بيجي يقبضوا عليه ويحاكموه كده في الأنظمة الحرة أو الأنظمة الرأسمالية أو اللي بتوقوم عن الاقتصاد الحر ما فيش حاجة اسمها تسعيرة جبرية وأعتقد إن الأنظمة اللي هي الشمولية أعتقد إنها اختفت تقريبا من العالمة اللي هي بتاخد بنظمة التسعيرة الجبرية دلوقتي كله هي اقتصاد حر قائم على العرض والطلب والأسعار بتحددتها قوى السوق طيب هل في ظل الأنظمة دي الحرة أو الأنظمة الرأسمالية الحكومة ما عندهاش آلية تخليها تضبط الأسعار لا بالتأكيد النظمة الاقتصاد الحر فيه الآليات اللي تكفى للحكومة ضبط الأسعار إيه أهم الأليات عندنا أليتين الحقيقة عندنا الألية الأولى هي طرح السلع بأسعار مناسبة أو أسعار مخفضة من خلال المجمعات اللي هي مملوكة للحكومة بحيث المواطن يبقى قدامه هذين المجمعات موجودة فيها سلع بأسعار مناسبة يقدر يروح لها وهذه أولا دي بتوفر للمواطن بديل عن الحاجات اللي في المحلات البقالة اللي ممكن تستغله وفي نفس الوقت لما يكون فيه سلع منافسة ده بأثر على المحلات الأخرى غالي خلالها تخفض أسعارها بفعل العرض والطالب الموجود في السوق دي الأدية الأولى الألية الثانية هي تفعيل أجهزة حماية المستهلك وأجهزة حماية المنافسة ومنع الاحتكار إحنا عندنا قانون لمنع الاحتكار وحماية المنافسة وعندنا جهاز لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وعندنا جهاز لحماية المستهلك هذه الأجهزة وفقا للقانون عندها الألية إن هي تراقب الأسواء إن هي عقوبات على الناس اللي هي ممكن ترفع الأسعار بشكل غير مبرر لكنها للأسف يعني خلينا برضو منصفين بتعمل مجهودات لكنها لا تنجح بنسبة كبيرة في إن هي تحتوي وتستوى بحاجات المواطنين ده صحيح إيه السبب يعني هل هي في حاجة لمزيد من التفعيل ولا إحنا في حاجة إلى كيانات أخرى تكون لعناية بحماية حقوق المواطنين أولاً هل هذه الأجهزة عندها القوة وعندها العدد من العمالة والموظفين والمراقبين اللي يخليوهم يقدروا ينتشروا في مختلف المحافظات وفي كل الأسواق ده حاجة الحاجة الثانية وده مهمة آلية تواصل المواطن مع هذه الأجهزة يعني أنا دلوقتي مواطن ولاحظت إن فيه في منطقة من اللي أنا موجود فيها إن فيه ارتفاع غير مبرر أو حد بيتعمد أو حد بيخف السلعة عشان يرفع سعرها أو كده أنا كمواطن ما عنديش الألية اللي أقدر أتواصل بها مع الأجهزة ده وابلاغها إن فيه موارسات غير مشروعة فالحقيقة يعني إحنا محتاجين أليات للتواصل بين مواطن وهذه الأجهزة أحياناً بيتم الإعلان عن خط ساخن أو جروبس ما بيباش المواطنين نوازم مواطنين ما بيعرفوش أعتقد إن إحنا علينا يأمل ما بيعرفوش يأمل خطوطنا بالكافية يأمل خطوط مجرولة ومش كافية أنا معرفش ليه إحنا مش بنوظف التكنولوجيا المعلومات أنا عارف طبعاً ينكفي المواطنين كتير ما دهمش قدرة إن هو يدخل إنما أعتقد إن ده يخف على الأقل الضغط المواطنين اللي عندهم قدرة على التواصل وندخل على موقع الكتروني أو يبعت ميل أو كذا أو كذا ليه الأجهزة ده متعملش هذه الألية بحيث إن المواطن اللي يمتلك القدرة إن هو يتواصل مع تكنولوجيا المعلومات ويقدر يبعت إيميل أو يكتب على الموقع الإلكتروني يقدر يعمل ده وده يخف الضغط عن فئة المواطنين اللي معدهمش قدرة على تستخدم هذه الأدوات بحيث مثلاً لو فيه خطوط سخنة تزيد وطبه متاحة للمواطنين اللي معدوش قدرة على التواصل من خلال هذه الأدوات على أي حال هي جهود مشكورة من الحكومة لكن بالتأكيد فيه تطلع إن الوطيرة تكون أكثر تسارعاً في الفترة القريبة القادمة لو هنتكلم عن التحدي اللي احنا بنتكلم عنه شهر رمضان المبارك المشكلة دي كلها مش هتتحل بين يوم وليلة لكن بالتأكيد نظرة للطبيعة الخاصة لهذا الشهر الجهود على قدم وصاق من قبل الحكومة لتقديم التعيسيرات للمواطنين لو هنتكلم عن الارتفاع غير المبارر في الأسعار وذي مسألة حصلة وممكن تحصل أيضاً في شهر رمضان اللي داشت على التوجار وكتير الحقيقة في الفترة الأخيرة بنسمع عن ربط أساس كاميل بين الارتفاع غير المبارر لأسعاره جاشة على التوجار وبين الإهدار الإهدار المواطن أو المستهلك في استخدامه لما بيكون فيه أقبال مبالغ فيه على شراء سلعة معينة كتير بيشوفون ده بيكون ليه علاقة مباشرة جداً برفع الأسعار رأي حدث هي فعلاً فيه ثقافة مجتمعية اللي واحد بيستغرب منها يعني حضرتك يعني لو إحنا كل ثقافة طيب وإحنا روحين نهاردة بالليل أو آخر النهار هتشوفي قد إيه تزاحم على المحلات حجوم كاسح حجوم رهيب وكأن النهاردة اللي مشاهل يجيب الحاجة خلاص هتخلص دي ثقافة إحنا محتاجين نغيرها ثقافة مجتمعية المفترض أن رمضان في الأصل طبعاً شهر زهد شهر عبادة حتى يعني حتى صحياً على فكرة طبعاً ما يستحبش أن الواحد يأكل كتير وقت الفطار يعني حتى الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سلسل لطعام وسلسل لشراب وسلسل لنفسه إنما إحنا للأسف الثقافة عندنا وأعتقد أنه برضه ومش بسطف الأكل على فكرة يا سيس كمال يعني إلا إعتبال مطلوب على فكرة ولا تهي عليها كمغلوبة كان إلا عموك ولا تبسط على كل البسط وده ينطبق ده ياسري ده على الأكل على المال على كل حاجة على كبربة حتى الدين نفسه على غلوه في الدين نفسه إحنا دينا دين الوسطية دينا وسطية من كل حاجة من ناحية السلوك الحياتي والسلوك الديني إحنا دين وسطي فاستهلاك الكهرباء وكلها وعلى فكرة التوفير من القواعد اللي بطلبنا بها الدين يعني أعتقد أنه طبعا أنا مش حافظ الحديث بالزبط لكن فيه حديث بتتلم عن حتى عن عدم الإسراف في الوضوء في الوضوء يعني حتى أنا بتوضع المفوض لا أسف فتخيلي الدين بيعلمنا كل ده فإنما إحنا للأسف أحيانا أو مرات كنت بناخد حاجة بشكلها إحنا عندنا رمضان المفترض نتعامل عشان الزهد عشان الإنسان يحس قدي إيه نعمة ربنا عليه أنا لما بصوم أو بجوع أو كده بحس بنعمة ربنا إن إزاي ربنا سبحانه وتعالى يكون إن أنا ربنا موفر لي سبل الحياة دي نعمة كبيرة بحس بيها لما جوع بحس بيها كذا فإحنا بنحولها من هذه القيمة إلى حاجة عكسية كمانا اقتصاديا ده حيقود بالنفع عليه لأنه حيتدخر جزء بيهضر هو الإسراف يعني الإسراف يعني لا دينيا ولا اقتصاديا الإسراف بشكل عام يعني ثقافة مش كويس فالمفروض هنا يعني الإنسان يعني لو اتبع قواعد الدين الصحيح مش هيصرف أنا عايز أقول برضو ده نقد ذات اللي إحنا كإعلام الإعلام أيضا بيرسخ هذه الثقافة الإعلام بيرسخ يعني تلاقي في رمضان برامج الأكل والشرب وكل التركيز والوحزو فأي أعتقد إن إحنا فأي أنا عايز أقول حريك حاجة المفروض أتفرج وأطلع وأعرف الوصفات وأعرف كل حاجة بس مش معنى كده أن ألا يجب نعمل الوصفات دي كلها على مدارة 30 فأي المفترض حقيقة لديه دور على الحكومة وفي دور على المواطن الدور على الحكومة فعلا يعني برضو عشان ما نباشر تكلمنا بس على المواطن وجايبين لا الحكومة طبعا عليها دور إنها توفر السلع بأسعار مناسبة طبعا لا وعلى فتر لكن بداية كلامنا ده صحيح ده بداية كلامنا حضرتها خلينا يعني إيه مفند الوزرات طبعا كل الوزرات مهمة لكن في وزرات محددة بتكون حيوية جدا في شهر رمضان زي وزارة التموين وزارة البترول وزارة الكهرباء كان فيه توجيهات من وزارة الكهرباء يعني بالإضافة للتيسيرات اللي بنتكلم عنها لكن كمان كان فيه توجيهات إنه ما يكونش فيه إسراف في الاستخدام فيما يتعلق بأجهز التكييف طبعا واضح إنه إحنا عندنا صف حر سنادي ومتزامن مع شهر الكريم هتبتدي درجات الحرارة تبتدي من 38 وطالع وفي استخدام أيضا الزينة الفوانيس المضاءة أغلب الوقت يعني رب طبعا حركة أكيد كنت امتبع أكتر منها اللي أفادت بوزارة الكهرباء ده صحيح إحنا على فكرة يمكن أنه وإحنا بنتكلم عن أزمة الكهرباء وحلولها إحنا عندنا شقين في الحلول شق اللي هو زيادة المتاح من الطاقة الكهربائية وده من خلال إنشاء محطات جديدة وغيرها وفيه شقة خاصة بترشيد السهلاك ترشيد السهلاك ترشيد السهلاك ده في مصلحة المواطف وفي مصلحة الدولة أنا مثلا أنا عارف أنه في رمضان بيزيد الضغط بيزيد ضغط أجلس التكييف بيزيد ضغط الزينة زي محطك أشارتي بيزيد ضغط كمان ومتابعة التلفزيونات بتبقى ضغط كبير في رمضان خصوصا فترة بعد المغرب بتبقى بتبقى الزروة دي فأعتقد أن دي الفترة اللي بتعمل ضغط كبير على الشبكة الكهربائية إلى أي مدى حركة بتلمس إن في وعي إن إحنا من مصلحتنا إن إحنا نخفف أحملنا الكهربائية بمزاجمة بدل ما الدولة هي التمارس ده وبالتأكيد حيبقى صعب إن هي تعمله متوازن بالشكل المطلوب إحنا حتى كنا بنتابع في فترات سابقة إن في مؤشر للأحمال الكهربائية من خلال القنوات المختلفة على التلفزيون ومسر يوضح نوصينا لإيه معتدل ولا إبتدى يبقى فوق المطلوب اللي يكون عليه وغير كده حضرتك فكرة إن الخدمة دي تكون موجودة وفكرة إن الوعي يزداد عند المواطن إن الناس تقعد في مكان واحد جهزتك كيف ما يبقاش فيه أجهزة بتستخدم فيه حجرات فارغة وده مصوحة المواطن نفسه يعني أنا أعتقد إن بدأت الثقافة الحقيقة ودي ممكن لمسينها إحنا تنتشر عند المواطنين بس طبعا لسه ما وصلناش مرحلة المطلوبة أو طموحاتنا لكن بدأت الثقافة يعني خصوصا موضوع اللي مضم موفرة مثلا أنا ألاحظت ناس كتير جدا بدأت تستخدم اللي موفرة لإن المواطن برضو بدأ يحس إن الترشيد ده المصلحته الشخصية صحيح أولا بمعنى دلوقتي أنا كمواطن لما هشغل أجهزة كيف في أماكن أنا مش موجود فيها طب ما ده ضغط أولا إسهلاك زيادة عليها هدفع فاتورة عالية وفي نفس الوقت إسهلاك على الشبكة نفسها فأعتقد إن إحنا محتاجين نركز عن النقطة دي محتاجين نبرز للمواطن إحنا أحيانا المواطن زيادة مش حصير بديل للدولة إن يبقى في بعض المقطاعات أنا عايز أقول إن مصلحة المواطن ومصلحة الدولة مصلحة واحدة طبعا ما فيش تناقض بالمصلحة كمواطن ومصلحة الدولة حتى لو جيت أحسابها من ناحية شخصية بحتة أنا لما بوفر في الكهرباء أنا بوفر لنفسي وفي نفس الوقت بوفر للدولة ما المواطن هو الدولة يعني الدولة هي مجموعة الشعب فإحنا كلنا في مركب واحد أنا لما بوفر بحقق مصلحة شخصية لها ومصلحة للدول بحقق مصلحة شخصية إن أنا الفاتورة ما بيجيش عليها أنا لو فيه تكيف مكان أنا مش محتاجه مش محتاجه شغاله مش مطلوب أعمله لو أقدر أعمل لنط موفرة ماشي لو فيه لنط في أماكن أنا مش موجود فيها ليه مطفهاش ليه خليها لأن ده استهلاك زياد على في المقابل فيه أمل يحد بشكل جيد من السوق السوداء في شهر رمضان خاصة فيما تعلق بالصنات البوتجاز لأن طبعا حضرتك عارف نفس بتكون غير متوفرة ولما بتتاح بتكون بأسعار بالتأكيد غير مناسبة للأوضاع الاقتصادية أعتقد إن يعني يمكن نشأل أشهر أخيرة الحمد لله يعني نمسك الخشب ما فيش يعني موضوع أزمة البوتجاز ترجع كثيرا يمكن كان فيه حاجات تانية في السلعة التنوانية هاي اللي زادت أسعارها لكن مع الطبيعة الخاصة للشهر الكريم استهلاك هو يمكن في الصيف عادة في الصيف بتبقى وفيش أزمة البوتجاز زي الشت يعني عادة أزمات البوتجاز بتبقى أكتر في الشت إنما أعتقد إن الحكومة مستعدة عامل حسابها سواء من خلال وزارة البترول ووزارة التموين وأيضا بالنسبة الطاقة القريبة ووزارة الكهرباء أزرحتك أشارتي على مدى اجتماعات كثيرة لمجلس الوزراء الفترة الماضية كان موضوع الاستعدادات لرمضان كان موضوع توفر السلع أنا عايز أقول الموضوع زي ما حالك برضه أشارت في مقدمة البرنامج موضوع توفر السلع بسلع مناسبة أو بأسعار مناسبة المواطنين ده موضوع دائم شبه دائم على اجتماعات الحكومة يمكن تم تكسف هذا الأمر مع السعدادات لرمضان في وزارات قدمت تقارير سواء زارة التموين أو الكهرباء أو البترول قدمت تقارير لمجلس الوزراء هذه التقارير كلها تشير إلى أن هناك اطمئنان وهناك الحمد لله يعني رقابة على ذكر الرقابة أنا عايز أقول حاجة طبعا المفروض أن الوزع الديني والأخلاقي يكون حاضر عندنا بقوة خاصة في الشهر الكريم لكن ده ما يمنع عشان يكون فيه ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية تتم ومن هنا بتتيجي أهمية أن يكون فيه مرأبة حقيقية للأسواق وأن يكون فيه حملات يعني يعني هل حضرتك فعلا بتلمس من خلال الأفادة بيئة الحكومة والإجراءات الفعالية اللي حصلها دلوقتي أن فيه مؤشرات مباشرة بص حقيقي يعني بالتأكيد التقارير اللي الحكومة بتدرسها أو الوزراء بيقدمها بيشيره إلى أن فيه تواجد أكبر في تكسيف للحملات بالإضافة لطبعا توفير السلع في المجمعات بسعار مناسبة فيه تكسيف ورقاب على السهو إنما طبعا ده التقارير إنما بالتأكيد يعني فيه مشاكل موجودة ما نقدرش نقول إن كل حاجة تمام وإلا يعني هنكون يعني من الصحة يعني طبعا فيه مشاكل كتير فيه محتاجين تكسيف رقابة أكبر يمكن رئيس الوزراء ميكانيزة بعض الأسواق وفي الجولات في المحافظات كان بيبدأ عدم رضاقه عن حاجات كتير فأعتقد إنه آه موجود الوزراء بتؤكدنا بما تابع الوقت لكن محتاجين المزيد من الرقابة والمزيد من التواصل بين المواطن وبين الأجهزة المختصة آخر حاجة وسريعا جدا بعد إذن حركة فيه تأجيل منظومة الكارت أزاكي أفتكر تأجيلها بعد رمضان بعد العيد على طلب لا لا هو اللي حصل إنه رئيس على طلب الرئيس طلب من الحكومة دراسة تأجيل منظومة الكروت لحيلة يعني كل القطاع اللي تدخل في المنظومة تحدد وتطبق بعدها ما تحددش موعد لكن الحكومة بناء على طلب الرئيس الحكومة بتقدر استأجيل المنظومة أعتقد إنها تؤجل لكن ما تحددش الموعد الجديد بشكر شكرا جزيلا لأساس كامير رايان الكاتب الصحفي ومتخصص في شأن مجلس وزراء وكل سنوحرك شكرا سويا ومحضرات طيبة الأجواء تكون طيبة خلال الشهر الكريم شكرا لكم مشاهدين الكرام ختم لقاءنا مع حضرتكم النهاردة في نهاية الصباح ومتأكيد لقاءتنا يومية متكررة ومستمرة معاكم من 18 صباحا بتوقيت القاهرة كل عام حضرتكم بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة